ينضم إليه السفير معتز أحمدين منذوب مصر الدائم في الأمم المتحدة سابقا أهلا بك سيد معتز هذا التراجع من مصر عن التفاهمات السابقة ينظر إليه على أنه رد فعل تجاه ما حدث في معبر رفح لأي درجة يمكن لمصر أن تستخدم هذه الورقة ورقة السيادة الوطنية للضغط على إسرائيل في عمليتها التي تقوم بها بالفعل في رفح أولا أهلا بك وأشكرك على الاستضافة لكني أجد في البداية هذا التعبير بأن تراجع مصر عن التفاهمات حول عملية رفح هو تعبير مضحك وشر البلية ما يضحك في الواقع لأن من تراجع عن التفاهمات هي إسرائيل باستلائها على معبر رفح وإعلانها إغلاقه إلى أجل غير مسمى حتى يستقر رأيها أو تفكر كيف ستديره إذا استمرت أو تسلمه لمن يقبل أن يتسلمه من الفلسطينيين فمصر لم تتراجع وإسرائيل هي التي تراجعت وأعتقد أن موقف مصر هذا في الواقع قد أسلج صدري لأنه كان يتردد من قبل حتى كنت في قناة أخرى بالأمس وقال ضيف من حيفة أن هناك تفاهمات وتنسيق تام بين مصر وإسرائيل بشأن عملية رفح وربما احتلال محور في لديلفي ويبدو أن هذا غير صحيح وهذا ما تدعيه إسرائيل دائما وتدعي أن هناك تفاهمات في السر وهذا ليس واقعيا وآخر ما يظهر ذلك ما يشار إلى أن مصر ترفض السماح بعبور الشاحنات إلى معبر كرم أبي سالم طالما ظل معبر رفح مغلقا وتستولي عليه السلطات الإسرائيلية هذه التفاهمات التي تتحدث عنها المصادر الإسرائيلية في السر تعكس في الواقع كأن هناك شيئا آثما أو غير شرع يحدث في الخفاء وهذا يعني كما ذكرته هو مضحك وشر البلية ما يضحك وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤوليتها وتفتح المعابر بل وتتحمل مسؤوليتها في إصال المساعدات رأينا منذ بضعة شهور أمام محكمة العجل الدولية زعم المحامي الذي وكلته إسرائيل أن مصر هي التي تمنع المساعدات وليس إسرائيل فمجددا هذه حجج وألعيب لا تجد الرد المناسب عليها في مثل هذه على الشاشات لكن في الواقع العالم كله يعرف أن إسرائيل هي التي توقف المساعدات إسرائيل هي حتى وفقا لنيورك تايمز وأكسيوس والمصادر الأخرى الشبه المحايدة وإن كانت متعطفة مع إسرائيل هي التي دمرت الطرق حول معبر كرم أبو سالم نفسه وبالتالي هناك صعوبة في توصيل المساعدات حتى لو عبرت الشاحنات إلى معبر كرم أبو سالم إسرائيل هي التي كانت تعطل عملات التفتيش وتخلق الزرائع من أجل تعطيل المساعدات وبالتالي أعتقد أن من ترجع عن التفاومات هو إسرائيل وعليها أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الصدق نقلت وسائل إعلام مصرية منذ ساعات أن هناك شبه اتفاق وتوصلت إليه مصر مع إسرائيل على زيادة عدد العناصر الأمنية في المنطقة الحدودية من أجل تأمينها في إطار العملية العسكرية دون تحديد لطبيعة أو حجم هذه التعزيزات ما صحة هذه التقارير سيد معتزم؟ يعني أنا طبعا ليست لدي معلومات لكن إذا كانت هناك اتفاقات بشأن زيادة عدد الأفراد لتأمين الحدود سواء من الجانب المصري أو من الجانب الإسرائيلي فهذا قد حدث من قبل حدث وفقت إسرائيل على أن تقوم مصر بزيادة أعداد العسكريين المتواجدين قرب الحدود وفي سيناء في فترة سابقة بل وأعتقد السنة الماضية أو منذ قبل الطفان ببضعة أشهر وبالتالي هذه هي الألية السليمة للاتفاق على ذلك لكن وسط هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني لا أعرف ما هي هذه التفاهمات لكن هناك ألية لذلك ولنرى هل هذا سيساعد على إدخال المساعدات هل سيساعد على انسحاب إسرائيل من المعبر هل هذا سيساعد على تفادي احتلال إسرائيل لمحور صلاح الدين أو ما تسميه هي محور فلادلفيا الذي يشكل تهديدا أمنيا وسياسيا واقتصاديا على مصر لأنه يلغي دورها سياسيا في التواصل مع القادة الفلسطينيين وغيرها مباشرة دون الحاجة إلى وسيط من إسرائيل أو إلى إذن للدخول من إسرائيل هذه واحدة اقتصاديا لأن مصر كما تعلم لديها دور في مسألة إعادة البناء في غزة بعد العدوان إن شاء الله كما أن دورها هذا السياسي ربما تستفيد منه اقتصاديا بأشكال ما وأخيرا إنسانيا طبعا كما نرى في مسألة تعطيل توصول المساعدات مباشرة إلى إخواننا المحاصرين في غزة وكذلك تعطيل إغاثة الجرحة والمصابين من إخواننا في فلسطين شكرا جزيلا لك سفير معتز أحمدين مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة سابقا حدثتنا من القاهرة شكرا لك